الرجل الذي حفر النبي صلى الله عليه وسلم قبره بيده ورفض أن يشاركه أحد في حفر القبر ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبر واضجع فيه بجسده كان اسمه قبل أن يسلم عبد العزى المزني نسبة لمدينته مزينة أسلم وعمره ستة عشر عاماً وتوفي وهو ثلاثة وعشرون عاماً وكان شاباً غنياً ومنعماً جداً في حياته توفت أمه وأبوه وهو صغير فرباه عمه كان شاباً مميزاً جداً بين الشباب بملابسه الغالية والجميلة والتي يؤتى بها من الشام خصيصاً من أجله وكان الشاب الوحيد الذي يملك فرساً في وقت كان فيه أفضل شاب في مزينة يملك بغلة صغيرة وكان عمه من سادة مزينة فحين تم عبد الله ستة عشر عاماً كان ذلك الوقت الذي يهاجر فيه الصحابة من مكة إلى المدينة وكانوا يمرون على مزينة فطريق هجرتهم ويمرون مسرعين جداً لأن كفار قريش يلحقون بهم فقابله يوماً أحد الصحابة فأثناء هجرته وعرض عليه الإسلام فأسلم فوراً وبعد أن أسلم طلب منهم أن يعلموه شيئاً من القرآن فقالوا لن نستطيع أن نظل معك لأن قريش تلحق بنا ولكن إن شئت فإلحق بنا في الطريق لتتعلم القرآن فكان يسير خلفهم مشياً على الأقدام يقرؤون القرآن وهو يقرأ وراءهم مسافة 15 كيلو متراً في الساعة الصحراء ثم يرجع إلى مزينة ويعود فاليوم التالي يقف على حدود مزينة ينتظر أن يمر صحابي فطريق هجرته فيقول له علمني من القرآن ويقرأ عليه ما حفظه فاليوم السابق حتى تعلم أكثر من سورة من القرآن فجاءه يوماً أحد الصحابة فقال له ولم لا تهاجر معنا إلى رسول الله فقال له لا أهاجر قبل أن يسلم عمي فهو من رباني ولن أهاجر قبل أن آخذ بيده للإسلام فظل في مزينة ثلاث سنوات يخفي إسلامه وظل يتحين أي فرصة للحديث مع عمه ليخبره عما وصل إليه من هذا الدين الجديد الذي جاء به محمد وذلك كل يوم وكان عمه يرفض رفضاً شديداً أن يستمع لما سيقول وكان إن أراد أن يصلي ذهب بعيداً في الصحراء حتى لا يراه أحد وبعد أن مرت ثلاث سنوات على هذا الحال في أحد الأيام ذهب إلى عمه وقال لقد تأخرت علي فأخرتني عن رسول الله يا عمي وما عدت أطيق فراق النبي وإنني أريد أن أخبرك بأني منذ ثلاث سنوات وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإنني الآن مهاجر إلى رسول الله وأحب أن تكون معي فإن أبيت فلن يردني عن الهجرة إليه شيء فغضب عمه غضباً شديداً وقال لإن أبيت إلا الإسلام جردك من كل ما تملك فقال يا عمي افعل ما شئت فما أنا بالذي يختار على الله ورسوله شيئاً فقال إن أصررت جردتك حتى من ملابسك التي عليك وقام فمزق له ملابسه التي كان يرتديها فقال عبد الله والله يا عمي لأهاجرن إلى رسول الله مهما فعلت به وبدأ هجرته وهو شبه عارف الصحراء حتى وجد بجاد وهو الشوال من الصوف فأخذه وشقه نصفين وربط نصفه على وسطه ونصفه الآخر وضعه على كتفه حتى وصل المدينة فدخل على رسول الله فقال له النبي من أنت؟ فقال أنا عبد العزة فقال النبي ولم تلبس هكذا فقال لقد أسلمت فجردني عمي من كل ما أملك حتى ملابسي ولم أجد فطريقي إلا هذين البجادين فأتيتك بهما فقال النبي أو فعلت؟ فقال نعم فقام النبي وقال من اليوم أنت عبد الله ذي البجادين ولست عبد العزة فقد أبدلك الله عن هذين البجادين رداء فالجنة تلبس منه حيث تشاء ومن شدة فقره سكن في مساكن أهل الصفة وهي مساكن للفقراء خلف بيت النبي وتأتي غزوة تبوك وعمره 23 عاما فيخرج إلى الغزوة مع النبي ثم يقول يا رسول الله ادعو الله لي أن أموت شهيدا فيرفع النبي يده ويقول اللهم حرم دماه على سيوف الكفار فيقول عبد الله ما هذا بالذي أردت يا رسول الله؟ فقال النبي يا عبد الله إن من عباد الله من يخرج فاسبيل الله فتصيبه الحمى فيموت فيكون شهيدا وإن من عباد الله من يخرج فاسبيل الله فيسقط عن فرسه فيموت فيكون شهيدا ولعلك تصيبك حما فتموت فتكون شهيدا ويشهد عبد الله غزوة تبوك مع النبي وينتصر المسلمون وفي طريق عودتهم بالفعل أتصيب عبد الله حمى شديدة ويبدأ يتألم آلام الموت فيحكي لنا عبد الله بن مسعود قصة موت عبد الله ذي البجادين فيقول كنت نائماً فليله شديدة البرد شديدة الظلام وبينما أنا نائم سمعت خارج خيمتي صوت حفر فعجبت من يحفر في هذا البرد والظلام فاستيقظت وبحثت عن النبي وعن أبي بكر وعمر فخيمتهم فلم أجدهم فتعجبت أين ذهبوا فخرجت من خيمته فإذا أبو بكر وعمر يمسكان سراجاً والنبي يحفر قبراً فذهبت إليه وهو يحفر فقلت ما بك يا رسول الله فرفع وجهه الشريف إلي فإذا عيناه تذرفان الدموع وقال مات أخوك ذي البجادين فنظرت إلى أبو بكر وقلت أتترك رسول الله يحفر وتقف أنت بالسراج فقال أبا النبي إلا أن يحفر له قبره بنفسه فحفر النبي بيديه قبراً ذي البجادين ثم نزل إلى القبر وإضجع فيه بجسده ثم قام ورفع يديه إلى أبو بكر وعمر وقال إذني إلي أخاكما ورفقاً به إنه والله كان يحب الله ورسوله ويقول عبد الله بن مسعود فرأيت النبي يحتضن الجثمان بشدة ودموعه تسقط على الكفن وكبر أربع تكبيرات وقال رحمك الله يا عبد الله كنت أواباً تالياً للقرآن ثم رفع رأسه إلى السماء وقال آل اللهم إنني شهدك أنني أمسيت راضياً عن ذي البجادين فارض عنه يقول عبد الله بن مسعود والله لقد تمنيت يومها أن أكون أنا صاحب الحفرة اشتركوا في القناة